يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة الزمالك خسر امام امبي بهدفين دون مقابل او نخليها بصيغة افضل الزمالك اليوم فاز على الزمالك امبي فاز على الزمالك اليوم 2-0 عن استحقاق وجدارة يعني ما تقدرش تقول النهاردة ان الزمالك ضيع فرص خطيرة جدا وكان يستحق على قل التعادل ما تقدرش تقول ان الزمالك النهاردة كان فيه اخطاء تحكمية خليته ما يقدرش يكسب هذه المباراة ويتعادل النهاردة امبي عمل كل شيء جيد في كرة القدم هاجم الزمالك من الديئة الاولى فاجأ الزمالك من الديئة الاولى بضغط متقدم رائع جدا في وسط الملعب وعلى مدافع نادي الزمالك قدر يوقع مدافع نادي الزمالك في اخطاء قدر يوقع لعبي وسط نادي الزمالك في اخطاء قدر يسيطر على المباراة بعد تسجيل الهدف الأول ثم الهدف الثاني وقدر تكتكيا وفنيا أنه يدافع عن حظوظه بالفوز بهذه المباراة وده اللي حصل وبالتالي امتياز للكابتن الكبير كابتن حلمي طولان امتياز للكابتن حلمي طولان مباراة تكتكية كبيرة جدا هم نتكلم مدرم مخضرم كبير هو كابتن حلمي طولان قدام مدرم مخضرم كبير هو جزوالدو فريرا النهاردة تفوق حلمي طولان طولا وعرضا كل الشيء عمله النهاردة حلمي طولان اللي فكر فيه نفزه ده إنبي اللي يستحق أولا الإشادة ثم نادي الزمالك لخسر المباراة النهاردة الزمالك النهاردة عمل مباراة سيئة مباراة هزيلة واعترف بريرة بعد المباراة إن الزمالك ما قدمش حاجة وإن إنبي كان أفضل من الزمالك واستحق الفوز وده المدرب المحترم يعني دي كده حطها بين قوسين ده المدرب المحترم لما يخسر المباراة ما يطلعش روح رامي على التحكيم روح رامي على الحظ روح رامي على أي حاجة لا هو عارف إنه فرقته النهاردة ما كانتش كويسة عادي بتحصل يعني رجل مدرب كبير مدرب عالمي فاهم إنه النهاردة ممكن بيبقى الشيومه النهاردة فعلا الزمالك في ستة أو سبع العبيد على الأقل إن لم يكن الفرقة كلها كانوا خارج الفورمة تماما